الموعد والاقصدي والمسائي من قناة الجسائر الدولية أهلا بكم بداية قال متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام طونيو جوتيراس كتب رسالة إلى روسيا وأوكرانيا وتركيا يعبر فيها عن قلقه بشأن تنفيذ اتفاق يسمح بتصدير الحبوب خلال الحرب من عدة موانين أوكرانية على البحر الأسود وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين أن الأمين العام كتب رسالة إلى أطراف الاتفاق للحفاظ على سريان الاتفاق الحيوي وذكرت الأمم المتحدة أنه لم يتم تفتيش أي سفينة يوم الثلاثاء الماضي بموجب الاتفاق المبرم في جوليو 2022 قال مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي أنه وافق على استحواذ مجموعة يو بي اس على الشركة الأمريكية التابعة لبنك كريدي سويس وقال المجلس في بيان إن بنك يو بي اس التزم بمنح المركزي الأمريكي خطة التنفيذ الخاصة بالجمع بين أنشطته وعملياته في الولايات المتحدة وتلك الخاصة بكريدي سويس في غضون ثلاثة أشهر من إتمام الصفقة وجاء في البيان أن خطة ستشمل اشتراطات أكثر صرامة يخص بعضها معايير سيولة للبنك بسبب زيادة حجم المؤسسة ويتعين على المركزي الأمريكي مراجعة عمليات اندماج البنوك التي تتمخذ عن قيام مؤسسة يزيد إجمال أصولها عن 150 مليار دولار قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد أوروبا أدى بشكل جيد خلال الشهور الأخيرة لكنه يواجه مخاطر متعددة مع تراجع وتيرة النمو قال ألفريد كامير رئيس إدارة أوروبا في صندوق النقد إن اقتصاد أوروبا تجنب الركود خلال الشتاء الحالي وأظهر مورونة لكنه يواجه الآن تحديا ثلاثيا هو هزيمة التضخم والحفاظ على الانتعاش وحماية الاستقرار المالي وقال كامير أن التضخم مازال مرتفعا وسجل أكثر من 10% في أغلب الاقتصادات الأوروبية الصاعدة وبعض الاقتصادات المتقدمة ويتوقع صندوق النقد وصول معدل التضخم إلى 5.6% في المتوسط بالدول المتقدمة في أوروبا خلال العام الحالي و11.7% في الاقتصادات الصاعدة ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد الدول الصناعية في أوروبا بنسبة 0.7% خلال العام الحالي مقابل 3.6% خلال العام الماضي أفدت الجريدة الرسمية للحكومة الفرنسية اليوم السبت أن رئيس الفرنسي إيمانوال واكرون وقع مشروع قانون متير للجدل لرفع سن التقاعد في البلاد عامي ليصبح قانونا جاء الإعلان عن توقيع القانون بعد أن وافق المجلس الدستوري الفرنسي أمس الجمعة على الإجراء بعد شهور من الاحتجاجات ضد التعديل الذي انتزعته الحكومة من البرلمان دون تصويت نهائي ارتفعت أسعر النفط عند تسوية تعاملتها الجمعة لتحقق أطول سلسلة أكسب أسبوعية منذ جوان 2022 بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية تنامي الطلب مع انخفاض المعروض في سوق النفط وعند التسوية ارتفعت العقود الآجلة لخامي براند القياسي تسليم شهر جوان من نسبة 0.3% عند 86.31 دولارا لبرميل يحقق عقد تسليم الشهر التالي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4% كما صعد سعر خامي نايماكس الأمريكي تسليم شهر ماي بنسبة 0.4% ليسجل 82.52 دولارا للبرميل آخر خبر في المعادي القصادي المسائي يمكنكم متابعتنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة الاخر الاخر اشتركوا في القناة